اشتركوا في القناة رح نعرض لكم جمع جميل جداً في منطقة يومراء طبعاً المجمع من تطوير شركة بروجة العقالية والمجمع حالياً جاهز وعمر المجمع تقريباً سنة ونص إلى سنتين طبعاً فيها شيقك مميزة ثلاثة غرف صالة مساحاتها 160 متر مربع بإطلالات أمامية على البحر مباشرة لو نتكلم عن المجمع طبعاً عندنا المدخل الرئيسي للمجمع رح تكون فيها حراسة أمنية وأيضاً كاميرات مراقبة بالإضافة إلى بوابة إلكترونية بالنسبة للخدمات الموجودة في المجمع طبعاً عندنا مواقف سيارات مكشوفة مواقف سيارات مغلقة بالإضافة إلى مسجد بإذن الله تعالى رح يخدم المجمع وأيضاً جلسات عائلية وألعاب أطفال خلونا نشرح لكم الآن بالتفصيل على المكت طبعاً هذا المجسم حالياً موجود عندنا المساحة الإجمالية للأرض 8300 متر مربع هذه الخمسة الأبراج التي تكلمنا عنها طبعاً كل برج فيها عبارة عن 11 طابق وكل طابق فيها شقةين بالإضافة أن العمارة مخدومة بمصعدين مساحاتها ممتازة جداً طبعاً هنا المدخل المجمع مواقف سيارات مواقف سيارات مغلقة وثلاثة بين البناية وهنا عندنا بين آخر بنايتين المسبح المغلق والنادي الرياضي هذه المواقف المكشوفة أسفلها مواقف مغلقة وهنا على لعب الطفال ملعب يخدم المجمع جلسات عائلية وهذا المسجد بإذن الله راح يكون جاهز طبعاً الشقة اللي راح نصورها لكم كنموذج معروضة للبيع الطابق الثالث في البلوك A ميزتها إنها ما أخذ ثلاثة واجهات هنا عندنا الوادي فبالتالي إطلالتها بتكون أمامية على البحر وإيضاً إطلالة جانبية على الطبيعة ميزة الشقق المتوفرة في مشروع بروج ريزدنس إنها مشروع استثماري ويمكن استثمارها عن طريق شركة رحال السياحة وفيها عوائد ممتازة جداً تصل إلى 12% تقريباً خلوكم ويانا راح نصول لكم الشقة النموذج وشوفوها على أرض الواقع وصلنا الآن للشقة طبعاً أول ما نجينا عندنا الأبواب هذه طبعاً الأبواب التركية معروفة بقوة الأمان لو تلاحظوا عندنا ثلاث أقفال وبالتالي هذه يعني معروفة على مستوى تركيا الأبواب التركية قوية جداً أول ما ندخل عندنا الأرضية فيها سيراميك لو تلاحظوا لون البوية اللي هو يسموها لون السحاب فبالتالي بناسقة جداً مع لون الأرضية اللي هي لون الأبيض للسيراميك ومنها نتوجه للصالة الصالة ما شاء الله تبارك الله مساحتها 30 متر مربع تقريباً بالإضافة لما عندنا أجزة التدفئة اللي موجودة على الجدران بالإضافة إلى مكيف طبعاً الشقة فيها إجمالي مكيفين بالإضافة إلى طقم الفرن راكب في المطبخ بالإضافة إلى جاكوزي دورة المياه الرئيسية الواجهة الأمامية جام يسموها طبعاً بزازة الفرنسي ما أخذ واجهة كاملة وإطلالة كاملة أيضاً على البحر وعلى خدمات المجمع زي ما ذكرنا أرضيات الصالة نظام الفاركي منها نتوجه للبلكونة طبعاً البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ ومشتركة مع الصالة زي ما أنتم شايفين ما شاء الله تبارك الله مساحتها أيضاً مساحة شرحة متواضعة جداً عندنا الدرابزين نصفها تقريباً على شكل قزاز بحيث تعطيكم يعني شراحة أكثر وإطلالة أكثر على البحر والطبيعة أيضاً عندنا الميزة هنا أن الشقة ما أخذ يعني ثلاثة واجهات على يسارة مباشرة عندنا المنطقة هذه اللي تحت فيها وادي مجرى للمياه فبالتالي ما رح يكون فيها أعمار بحيث هذه يعني تزيد الشقة إطلالة جميلة على الطبيعة الجانبية نتوجه يعني من الصالة نيجي هنا للممر أيضاً عندنا ديكورات السكف ما ننساها ديكورات جميلة صراحة من إدارة المشروع ومنها ندخل للمطبخ طبعاً المطبخ نفس الشيء الأرضيات فيها سيراميك الدواليب فيها راكبة جاهزة صراحة الجودة فيها جودة عالية جداً هذه الدواليب لو تلاحظوا فيها نظام المكابح تتسكر من حالها بالإضافة إلى طقم الفرون موجود من شركة ريقل التركية ولنا مخرج أيضاً للبلكونة الخارجية منها نتوجه نشوف تفاصيل الشقة طبعاً الشقة ثلاثة غرف صالة عندنا هنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله طبعاً النظام الأفرنجي فيها الشفاط وأيضاً فيها الشطاف حار بارد هذه مهمة جداً وهنا عندنا الغرفة الأولى مساحتها جميلة نقدر نقول أربعة في ثلاثة تقريباً ولها أطلالة على الجهة الجانبية على الطبيعة ومنها نتوجه للغرفة رقم اثنين هذه الغرفة الثانية أيضاً تقريباً نفس المساحة نقدر نحط فيها سريلين نقدر نحط فيها دولاب ولها أطلالة جانبية على الطبيعة طبعاً هنا عندنا دورة المياه الرئيسية لو تلاحظوا هنا عندنا المغسلة وعندنا الكلوزيت بالإضافة إلى الجاكوزي مجهزة هذه من إدارة الشركة بعدها نتوجه لغرفة النوم الرئيسية طبعاً لها دورة مياه خاصة فيها متكاملة نقدر نشوفها معكم فيها المروش والكلوزيت بالإضافة للشطاف حار بارد هذه المهمة والمغسلة طبعاً المساحة فيها ما يقارب 18 متر مربع هنا عندنا المكيف أيضاً جاهزة راكبة من إدارة المجمع وعندنا أيضاً ديكورات السكف لو تلاحظوا جميلة جداً طبعاً هذه البلكونة تابعة لغرفة النوم الرئيسية تفضلوا شوفوها ويانا أيضاً يعني منها تقدروا تشوفوا البحر وأيضاً لكم إطلالة جانبية على الطبيعة وفي نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة وإذا عجبتكم الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا زيارة صفحتنا على يوتيوب حتى تشوفوا الفيديوهات الجديدة وأيضاً الأسعار والتفاصيل موجودة أسفل الفيديو في صنوق الوصف وادمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر